يقول السؤال عندنا رجل كبير في السن صار عليه صيام وانتظر القضاء انتظر ليتمكى من قضاء فتوفي نقول ما عليه شيء ولا على أوليائه إذا كان يستطيع إذا كان المرض الذي عنده يمكن شفاؤه وقال الأطباء يرجى شفاؤك فانتظر الشفاء لتقضي فانتظر الشفاء ليقضي فمات فهو معذور ليس عليه ولا على أوليائه شيء ولكن إذا قالوا هذا في تقدير الأطباء لا يرجى شفاؤه فإن عليه إطعام مسكين عن كل يوم ولو مات يخرج أولاده هذه الفدية لأنها دين عليه لله تعالى ترجمة نانسي قنقر شكرا